السلام عليكم مرحبا في قناة وصفة أفكار أتمنى أن تكونوا بخير والخير وماشاء الله نقدم لكم الكفتة في الطاجين سريعة في وقت ثاني توجد بسرعة لتطلب الوقت نأخذ ماطيشة لحسب الطاجين لدينا شيء تقريبا من 4 حبة الماطيشة ننقيهم ونطحنهم في الطحانة ونحنهم في الطاجين نقومون خطوة الكامون حميره وقامل وقامل ومع أنهم نضحن ونضحن طوال نضيف الطاجين نضيف ولنضيف روحة الناء ونشرح ونضيف لنضيف أحضر قمت بسقطة حقوق المائلقة صغيرة أو ملقة كبيرة لم تكن باستخدام المائلقة كفتة تفضل مصوبة وكفتة تشيرها مصوبة مصوبة المصوبة يقوم بطاق المائلقة نضيفه في كونجلات الضوغة حسب قوحة 4 ايام لا يبقى كثير في اللاجة سوف نخلط كل شي تومو لا تستخدمها لا تستخدم تومو نضيفه كويرات حسب الحجم الذي أريد اما صغير اما اكبر بها نضيفه الخطوط نضيفه يجب أن نضيفه حتى نضيفه اللاجة يحتوي不到 le�on وتضع لديك طاجين معروف ان لا يفعل من تحرق واتجين يتحلق في الجهة ومعرف لك انك يتحرق ستضع صفيحة لك لانك هي تقدرت أنت لا تضع له لا يحتوي على ذلك ستضع جدا او لا يمكن ان تجمعها و تحركها لا يمكن ان تحركها و تحركها و تقدي قمت بتجميع الزيتون و ترقف و ترقف لا ترقف لا ترقف زيتون و ترقف و تقديم الزيتون دعني نحن داخل حيث وبالحضر état لكي نلحوم بشكل طيب لا يقضي بشكل طيب لكي نرفقها بشكل طيب لكي نرغب بشكل طيب نضغط قليلا لكي نضغط لكي نضغط والزيت المشتركين هذه هي الكفتة من الطابط كما كنت تترفقها بأي شيء نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم و اذا اردتكم فيديو اضعوا لي و تشكوا في القناة و تبارتجون فيديوهاته مع الاصدقاء مع السلامة و وصفة جديدة ان شاء الله